فبهالفيدر راح تكلم عن البروبرتي كان بداية راح تكلم عن البيمز البروبرتي حق البيمز اول شي راح نعرف ان البي اللي هو اسمشل حق الوض راح يكون 20 صانتي والمينموم حق الهيط للبيم راح يكون 1.5 من البي يعني راح يكون 20 صانتي للبي والح راح يكون لها 30 صانتي مينموم فاذا طلع عندي الرقم اقل من 30 راح اقرب حق ال30 بس شلو راح نحدد الهيط من الاساس اذا ثبتنا البيه على الهيط للصانتي راح نروح على ACI راح نشوف اول شي عندي البيم شنو حين عندي مثلا سبلي سبورت راح يكون تقسيم 16 1-end continuous 18 ونصف 21 وعند ذي كانت تقسيم في ماية خلي يكون عندك سنس بسيط ان 2-end continuous الرقم اكبر من الـ both end 1-end 1-end continuous 1-end continuous 2-end 2-end وعندي هذا متسند اسملي سبورت على بيمز هذا المثال على اسملي سبورت بالنسبة للكنتينيووس بيم هذا كله يعتبر الكنتينيووس بيم واحد ولا تعرفوا إن شاء الله الكنتينيووس بيم لازم كله نفس البروبرتي معناته أكبر بروبرتي راح يطلع عندي راح أعممه على الكلب شلون يعني الحين عندي هذا راح يكون يعني راح أقسمها ارتمنتاشون وهذا راح أقسمها على واحد وعشرين لأنه two-end continuous هذا two-end وهذا one-end عدل كل واحد سبان بروح يعني هذا سبان 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 تحديد السبان يكون من الكلوم إذا عندي كولوم يكون هناك معناته هذه سبان فما لدي أحسبهم كلهم ليش لأنه عندي أطول واحدة one-end continuous فأحسبها إيه؟ راح تكون يعني أخذ المالها أقسمها على 18 نصر راح يكون البروبرتي حق البيم هذي كامل فما لدي أحسب هذوي الأصغار فهذه فيها يعني 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 تقتصرون الموضوع أنه ممكن تأخذون كلهم تشفون إذا لعطر one-end continuous أطول واحدة تأخذونها على طول حق البيم كامل ال continuous beam بالنسبة لل cantilever أنا هنا عندي cantilever راح يكون هاذا c-b continuous beam تمام هاذا يكون one-end هاذا two-end two-end بس أصل راح يكون عندي cantilever أقسم هاذا ثمانية أيه يعني مثلا راح يكون رقم ممكن يكون أحسبه ممكن يكون أكبر من هاذا لمن أحسبه ك two-end أو one-end فلا داعيني أحسب هاذا وهذا بس هذول ما داعي أحسبهم لأن هاذا two-end وأكبر منهم فلا داعي راح يكون thickness لا أعلى من الأساس فالتقتصرون الوقت أحسن لكم تنوه على الشغلة اللي هي صوب عندي cantilever يعني هني لازم بال cantilever راح عارف منه شايل الثاني فتشوفون مثلا عندي كولوم هني حلو هذا الكولوم قريب يم من نهاية بس هني بعيد شوي فأكيد هاذا راح يكون شايل هذا تمام فهذا راح يعتبر cantilever لمن أحسب ال continue-end يعني راح يكون طول هاذا تقسيم ثمانية حلو راح يكون لها حق السبانة هادي سمام لكن أغارنها بال 2-end كنتينووس و 1-end أي هم أكبر أخذها وأحسبها حق البين كامل بس ها بغتننبه بس لما نحسبها من هنا وأحسبها ك cantilever و 1-end و 1-end 1-end 2-end 2-end ترجمة نانسي قنقر